لما نحكي عن الكتاب المقدس غالبا ما الناس بيتطلعوا لقلوا على انه كتاب قديم عافوا عليه الدهر ومضى وما بقى ينطبق على حياتنا اليوم البعض بيقولوا حتى ما بلاقي الفيد من الكتاب المقدس ومجرد كتاب قديم وانكتب من زمان ما بيقدر يفيدني بحياة اليوم يمكن حتى انتوا سبقوا فكرتوا في الطريقة من قبل بس الشمس قديمة وبعدها بتدفينا وبتضويلنا وبتشعك اليوم نفس الامر بينطبق على الكتاب المقدس بعده نور الحق يلي فيه كافة لينور حياتنا ويقودها بيحمل هالكتاب بين صفحاته مش بس شرائع ونواميس لكنه بيخبر قصة قصد قصة إله محب ما تخلى عن شعبه من بدء الخليقة وحبكة هالقصة عم تنكشف فصل وردتانة بأعمائة كنوز مخباية لكل مين على استعداد انه ينبش عنا قصتنا قصة الكتاب المقدس تخلص بنهاية كتير سعيدة بعرس بفوق كل شي معقول نحلم فيه أو نتخيله بيقول الكتاب المقدس ما لم تره عين وما لم تسمع به قذن فإذا كان كتابنا المقدس هو مجموعة قصص إيمان مكتبت لشعب الإيمان لحتى تبني فيهم الإيمان بحسب ما هو مكتوب الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله فليش ما منسمح للأقاصيس والشهادات الحية أنه تعمل بقلوبنا وترفع من إيماننا هذا الهدف من هالبرنامج أنه يرفع إيمانك وين ما كنت برحلتك مع الله ويساعدك أنه تشوف العالم من حولك وتشوف نفسك بعينين الإيمان مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا فيكم على لقاء جديد من لقاءة إيمان بيسرني وبيسعدني أنه يكون معكم وأنه عم تنضموا لقلي لحتى نتعرف سوى على قصة جديدة ومبادئ جديدة قصتنا اليوم تحكي عن شاب كان كتير متفائل بحياته كان شعار حياته الرب صالح وجميع الأمور تعمل معا للخير شو ما يصير معه بحياته من ظروف أو من أوضاع ما تسمعه بيظهر من تمه غير الرب صالح جميع الأمور تعمل معا للخير لدرجة أنه الأشخاص يلي حواليه صاروا مستعملينها كان كتير عنه شو ما بيصير معه يقوله إيه مش الرب صالح إيه مش جميع الأمور تعمل معا للخير وهو على الرغم من كل الهزق ومن كل الصخرية يتمسك بإيمانه أنه لو شو ما صار لو قد ما كان الظرف صعب إيه الرب صالح جميع الأمور رح تعمل معا للخير لابد بيوم من الأيام بيسمع وعز بيتكلم عن الأشخاص يلي بمناطق نائية يلي بعد ما سمعوا البشرة الصارية وبيشعر بشوق وتوق عظيم بقلبه لأنه يروح ويخبرهم يروح ويكلمهم يحكيهم عن الرب يسوع يحكيهم عن قداء الله بيحبهم ولأجل أنه عنده هذه الرغبة الشديدة كان عنده عطلة الصيف وكان بيقدر بعطلة الصيف أنه يسافر فبيروح مع مجموعة أشخاص عدد كتير كبير منهم رايح لأجل بحث علمي لأجل أنه يستكشفوا مناطق غير مقهولة راح معهم بهدف أنه يوصل كلمة الله لبعض القبائل يلي موجودة بهذه المناطق النائية وما تطلبون الوضع كتير هنه وبالرحلة هنه وبعضهم بالطيارة معظم أشخاص اللي موجودين بالبعث العلمية يلي عم يعملوا هيدا البحث لاحظوا على هيدا الشاب جملته الرب صالح وجميع الأمور تعمل معا للخير وما تطلبون الموضوع كتير لا يتحول هو النكتة تابعهم ايه؟ اجا طبعا الرب صالح اجا الشاب يلي بيقول جميع الأمور تعمل معا للخير بس هو ما كان هام وكان محمص أنه يروح ويعمل الشي اللي عن جد عنده شغف عظيم تجاهه وبيوصلوا على هيدا المنطقة النائية منطقة أدغال منطقة بتحسوا فيها أنه حياتكن بخطر إذا ما كنتوا على أهبة الاستعداد لتواجهوا كل الظروف وهنه عم يمشوا بالغابة وهنه عم بيقطعوا بين الأشجار وبين هيدا النباتات العالية كان معهم ضمن هيدا البعثة العلمية كان معهم أشخاص مسؤولين عن أمن وسلامة الفريق كانوا عم بيستخدموا الصيوف الكبيرة لحتى يشقوا طريقهم بوسط الأدغال وهيدا الشاب بحماسه مش منتبه واحد من الشباب بالغلط بيقطع له إصبعه هو عم بيتحرك وبوسط لحظة الألم الشديد وبنفس الوقت الضعر الشديد ما في مستشفى قريبة هن بوسط الأدغال بيتقدبوا المسعفين بيضبطوا وضع إيده بيقول لهم مع لي الرب صالح جميع الأمور تعمل معا للخير وبجنوا الأعضاء البعثة العلمية بتبلشوا يقول له أنت مجنون شايف شو صاير بإيدك إصبعك انقطع نحن بنص الغابة ما في مجال أنه يعاد وصله رح تبقى طيلة ما تبقى من حياتك عندك إيدك نقصة إصبعه وبعدك قادر توقف وتقول الرب صالح وجميع الأمور تعمل معا للخير هزب رأسه وقال لهم إيه أنا مأكد لأنه الكتاب لمقدسك بيقلي بيكفوا باقي الطريق قصم عم بيهزأ قصم معصب منه لأنه مفروض يطلع منه ردة فعل مختلفة هو عم بيطلع بإيده وبينه وبين حاله شاعر شوي بحزن عم بيتساءل يا رب ليه بس بنفس الوقت واسق ويقول له يا رب شكرا لأنه أنا واسق أنا واسق أنا واسق أنه أنت رح تحول هيدا الموضوع للخير طالما أنا وضعته بين يديك بيكفوا رحلتهم وبتدوم رحلتهم مش يوم ويومين لكن أسابيع من بعد تاني أسبوع بيتلاقوا مع أول شكل من أشكال نوعا ما حضارة بيشوفوا من بعيد كأنه فيه نار والعة والأرض كما لو أنه قاطع عليها حدا بتعرفه وقتها تكون منطقة أدغال منطقة حرجية فيها كتير أعشاب وقتها يقطع عليها أشخاص لفترة طويلة بتلاقوا أنه الطريق مبين فلاحظوا أنه الطريق ممهد كما لو أنه فيه ناس عم بيروحوا ويجوا وعم يتنقلوا فببلش يمشوا ويقربوا بحضر وإذا بيلاقوا أنفسهم وقعوا بقبضة قبيلة من آكلة لحوم البشر من بين كل الأمور يلي ما كانوا معقول يقطع فيها كل البعثة العلمية عتلانين هم وخيفانين وهيدا الشاب محمص وأخيرا الناس بقدر بشرهم بقدر خبرهم عن الرب موضوعين بأقفاص وعالرغم من أنه منهم قادرين يفهموا لغة الأشخاص بيتقدم لقلهم ابن زعيم القبيلة وبفسر لهم باللغة الواضحة وهو بيعرف يتكلم غير لغة قبيلة وبيقلهم العربي المشبرح من الآخر يا جماعة أنتوا رايحين كلكن راح تبتاكلوا ما عدا أنت وبيدل على هيدا الشاب يلي رايح لأول مرة برحلة يخبر الناس عن الرب بقلوا أنت لاحظنا أنه أصبعك فيه مشكلة أنه ناقصك أصبع ونحن عنا بتقوص قبيلتنا ما منقرب على أشخاص فيه نعاهات جسدية لأنه هيدا الشي بيأثر على الطعم بيأثر على القوى اللي بنخلها وبلش يحكي ويفسر وبيفتح له باب السجن بيضهروا لبرة خارج هيدا القفص وبيبقى الآخرين كل الآخرين بتكرون القبيلة معادي هيدا الشاب وهيدا الشاب بنال فرصة أنه يشاركون بإيمانه ويعرفون على الرب وتتغير القبيلة هلأ القصة هي حلوة ومرة بنفس الوقت بس هي نفس القصة دايما يا جماعة شو ما كان الظرف يلي عم تقطعه فيه أخوتي وأخواتي بعرف أنه أحيانا نقطع بظروف بتبين من المستحيل أنه يقدر الرب يغيره بس وقتا يكون عنا أولا موقف إجابة تانيا إيمان بأنه الرب رح يتصرف تالتا فعليا نسلمه هيدا القلق نسلمه هيدا الهم نسلمه هيدا الوضع لو قد ما كان صعب نقدر نكون أكيدين أنه فعلا الرب رح يحول جميع الأمور لحتى تعمل معا للخير جبت لكم هيك بعض الأحصاءات لأنه كتير لفتتلي انتباهي طالما نحن بأجواء الأدغال ومملكة الحيوانات هل كنتوا عارفين أنه الأسد ما بينجح بالصيد تقريبا بكل محاولاته وقت عاملوا الأبحاث اكتشفوا أنه الأسد يفشل بالصيد 75 مرة يعني فعليا الأسد بينجح بس 25 مرة أو بالأحرى 25% من المرات اللي بيظهر تيتصيط فيها يعني بربع محاولاته بس بينجح ثلاثة ربع محاولاته الباقية هي جهد مهدور ولا مرة الأسد بيتمدد هيك بواسط الأدغال وبيفكر لا أنا عم بفشل ما لازم كفي صيد لا بينهط بيستجمع قوي وبروح بيتصيد مرة تانية مش بالضرورة لأجل الجوع فقط لكن لأنه الأسد كما باقي الحيوانات بيستوعبوا مبدأ الجهود المهدورة أنه هيدا الجهود فعليا ما عم بتروح هدرا وهباء لكن رح ضل نجرب لأنجح لأنه لابد أنه ينجم خير عن كل هيدا المحاولات بتعرفوا أنه نصف بيود الأسماك وقت السمك يبيض بيود نصف هيدا البيود يتم التهامها من قبل الحيوانات الأخرى وما بتلاقوا السمك عم تفكر خلص أنا ما بقى رح بيود عم بيروح نصهم دعان 50% من محاولاتي عم تروح دعان دا بتلاقوا عم بتكفي لأنه مستوعبة بشكل غريزة بشكل طلقائي أنه أنا بتابع وبحاول وبتابر ولابد أنه ينجم خير عن محاولاتي نصف مواليد الدبابة بتمود قبل ما توصل لسن البلوغ معظم أمطار العالم بتغطل بالمحيطات معظم بودور الأشجار تكل العصافير بس وحده الإنسان من بين كل المخلوقات على وجه الكرة الأرضية بيعتبر عدم نجاحه ببعض المحاولات أنه هو فشل المشكلة أنه منتخيل أنه الفشل هو وقتا أنا ما تزبط معي أنه ما يمشي حالي بمحاولة معينة وما منفهم أنه الفشل هو فعليا توقف عن التجربة توقف عن النكفة توقف عن المثابرة الفشل فعليا هو وقتا أنا أتطلع بالوضع اللي أنا فيه وقرر أنه استسلم ما بعرف شو الظرف اللي عم تقطعه فيه ما بعرف شو الأدغال يلي محوطة فيكن هلأ ما بعرف شو الأخطار يلي عم بتهدد حياتكن بس اللي بقدر إلكون يا بكل ثقة من الكتاب المؤدس هو ما تستسلمه وقرروا أنه ما تفشله بقول الكتاب المؤدس الله لم يعطينا روح الفشل بروح القوة والمحبة والنصح النصح بمعنى الذهن السليم أعطانا ذهن سليم لنفكر أعطانا قوة أعطانا لحتى نقدر نكفي ونتابع ونجرب لأنه الرب صالح ومدامه هو بعده على العرش جميع أمور حياتنا لابد أنه تصب بالخير واتنحنا منضعه بين إيدي بعلمنا الكتاب المقدس بالعهد الأديم عن يوسف أنه يوسف بلج عنده 11 خي 11 خي عايشين معه بس كانوا بيكرهوه أو بالأحرى العشرة كانوا يكرهوه ليه؟ لأنه يوسف كان محبوب من بيه مدلع معتنى فيه كان لابس هيدا الثوب الملون يلي معطلق له هدية من بيه لدرجة أنه أخوته وقتا بيروح لعنده يوسف لحتى يزورهم هنه بالبرية بقرروا أنه يقتلوا يتخلصوا منه بس بغيروا رأيهم لاحقاً وبكبوه بالبير بطن يتخلصوا منه بأي طريقة متاحة لاحقاً بتقطع قافلة كانعانية وببيعوا خيهم تخيلوا عن ببيعوا خيهم؟ بيعوا خيهم عبد بمصر بس بيقول لك تاب المقدس أنه بكل مرحلة سواء بالبير أو هو ماشي مع هيدا القافلة أو حتى هو وعبد بمصر عم بينبيع يوسف ما وطر راسه يوسف ما قبل أنه يعتبر حياته فاشلة لكن حافظ على موقفه الإجابة والأهم من هيك حافظ على تمسكه بالله بيقول لك تاب المقدس وكان الله مع يوسف فكان رجلاً ناجحاً وكان في بيت سيده كان بعده عبد بس كان ناجح لأنه تعريف النجاح مش أنت وين لكن أنت مع مين إذا أنت مع الرب يعني أنت ناجح يعني لابد أنه أمور حياتكم تتغير يوسف انتقل من أنه يكون المحبوب عند بيو ليصير مرمي ببير ليتحول يصير عبد ليصير رئيس العبيد ببيت سيده ليطهم زوراً وبهتاناً ويرمى بالسجن لكن حتى بالسجن بعلم الكتاب المقدس أنه يوسف ما ترك الله والله أكيد ما ترك يوسف وانتقل من أنه كان بالسجن متهم ليتحول ليصير تاني أقوى رجل بمصر لاحقاً يخلص حياة أعداد لا تعد ولا تحصى من الناس من أنه يعلقوا بمجاعة أخوتي وأخواتي ما بعرف شو الأدغال يلي عم تقطعوا فيها ما بعرف شو البير يلي واقعين فيه ما بعرف حتى شو السجن المعنوي يلي أنتوا مسجونين فيه بس اللي بقدر أكد لكم يا أنه وقتها تتمسكوا بالرب تتمسكوا بأنه تعلموا صلاحه وتلقوا جميع أحمالكن وهمومكن ومشاكلكن عند أقدامه هو رح يمسك بإيدكن ورح يبرهن أنه الرب صالح وجميع الأمور عن جد تعمل معاً للخير وقتها نحن منحب الله نترك الأمور بين إيديه ومنوسق فيه أنه هو يحمل الحمل عننا وربي بارككم